انت كنت موجود مع الاهلي في علقت على المتشاط أعتقد برونزية العالم كاس عالم الاندياء البطولة اللي احنا خدنا فيها البرونزية كان أحسن إنجاز لأي فريق أفريقي أو أي فريق مصري طبعاً فيش في مصر لعب كاس العالم الاندياء إلا الاهلي فكان إنجاز كبير جداً كانت الميدالة البرونزية قبل بقى مامازين بيحقق ميدالة فضية والرجاء يحقق ميدالة فضية والسد القطري اللي هي الفرق العربية لكن لغاية وقتها كان أعلى إنجاز الميدالة البرونزية وعارف كنت سعيد كان فيه ذكرى كده كنت أنا مصاحب لفريق الآلي في مباراة كودفوار في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا اللي خدها للآلي بعد كده على حساب الصفاقس الصفاقس التونسي فكنت قاعد مع حساب البادري في الطيارة في نفس يوم إجراء القرعة طلعت عن نت إجراء القرعة قرعة تكسل عالم قرعة تكسل عالم الاندياء في نفس اليوم وليا القرعة طلع فالأهل إن شاء الله حيكسب يطلع الدور قبل النهائي حيلعب إنترناسيوني فريق ريزل شوية بتاع البرازيل فلو خسرنا إن شاء الله حنلعب على البرونزية مع كلوب أمريكا فحنكسب كلوب أمريكا وحناخد الميدالة البرونزية فبقول لي انت جبت منين الحسابات بالوقت الآخر كده والترى أنا بقول لك بالمستويات بتاعتنا كده الوقت هناخد الميدالة البرونزية فعلا بعديها بحوالي شهر الأهل خاد الميدالة البرونزية فبقول لك نستنى قرعة تكسع عام الأندية ولا تقول لنا من دلوقتي الأهل هيوصل لغاية فين ما هو القرعة ليه بقى القرعة هتتعمل إن شاء الله يوم 19 إن شاء الله اللي هو يوم الأربع التنة اللي زي بكرة إن شاء الله يعني يوم 19 يناير هتتعمل القرعة فيه 6 أندية خلاص معروفين مين نعم في انتظار بس بطل أمريكا الجنوبية أوكلان سيتي راح من غير ما يفوز باللقب لكن كان أفضل الفريق اللي عمل نقاط في المجموعات تمام فصعدوا عشان هم البطولة أعتقد لم تكتمل عندهم عشان ما تكتملتش بالضبط أولسان هيونداي فاز ببطولة الكوري فاز ببطولة أسيا وأيضا طايجر أونال المكسيكي فاز ببطولة الكونكا كاف وفي أوروبا طبعا بايرن مونيك ما لنجعوا بايرن مونيك ولا بطل أمريكا الجنوبية لأنه سيلعبوا في الدور قبل النهاية مباشرة فالقالي سيلعب واحد من أولسان هيونداي أو طايجر أونال أو الفائز من أوكلان سيتي مع الدحيل القطري الفائز منهم بصفته بصطدي في البطول أحسن فريق نقابله هو الفائز من أوكلان سيتي والدحيل القطري في الغالب الدحيل القطري سيكسب صح يبقى على ملعبه بس هذا أحسن لأن أولسان هيونداي عنده فريق ديناميكي جدا لقى بدنية عالية جدا معروف عن فريق فرق كورية وسرعات وفريق طايجر أونال من الفرق القوية بس أنا أتمنى الفائز من الدحيل مع أوكلان سيتي هقولك من دلوقتي أنه لو ده يبقى الأهلي وصل للدول قبل النهاية يبقى بقى هيلعب مين هيلعب بايرن ولا هيلعب بطل أمريكا الجنوبية اللي هو في الغالب هيكون من بين بالميرس البرازيلي وسانتوس قبل النهاية بالميرس وسانتوس برازيل وريفر بليت ومش فاكر بوكا جونيور ريفر بليت و بالميرس وسانتوس وموكا جونيورس وفي الآتين من الأرجنتين وفي الآتين من برازيل بالظبط بس الزهاب فريق طبعا بالميرس كسب بره ملعبه على ريفر بليت 3-0 فقالصاني يعني هلعب على ملعبه فشبه مؤكد أن ده حيوصل النهائي نفس الكلام على ملعب بوكا جونيور اتعادل سانتوس ففرصته في ملعبه أكبر يعني غالبا النهائي هكون برازيل برازيل خالص واللي هيوصل كاس العالم برازيلي برضو بالظبط يعني هيبقى بايرن ولا فريق البرازيلي من الاتنين دول لو سألتني تلعب مين أو يجي من تسجد لالي الفريق البرازيلي أحسن يعني ليه الكرة البرازيلية برضو يعني فنية زينا وهي قريبة قريبة شبه قوي بيداء الأهلي الوقت صحيح ويداء المطشط دي اللي من النوع تقدر تقول ايه أقدر أخطف يعني 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 ممكن فيه احتمالي انك تعف تختف المبارد ممكن يكون لو عملنا كفتين ميزان ممكن تبقى كفة البرازيل طبعا قتل شوية لكن ممكن يبقى فيه برضو تعافي الكرة ما فيهاش مستحيل لا لو بتقول بايرن ولا فريق من البرازيل لا أنا بتكلم انه لو الأهلي وفريق بالميراس أو سانتوس لا بس تقدر صح تقدر لأ انك انت ايه الشغل الفني تقدر تتعامل معاه لكن اما يكون مثلا فريق زي بايرن عنده يعني حدث ولا حرج النجوم بتوع وعنده اللي فاندوفيس كده يعني ربنا يستر منه يعني فقدرات لعيبة خاصة جدا طبعا لكن سانتوس أو بالميراس يقدر القالي يعني يخطف ويجري ويوصل نهاية اشتركوا في القناة